اشتركوا في القناة الى اربعة الى خمسة لكن جيل عالم في صغورس بعد كده اثبت العلاقة الموجودة بين الاضلاع اللي تصنع مثلث قائم وخلونا نشوف مع بعض ازاي هو استخدم علاقات الاضلاع في المثلث القائم حابب ان انا اوريكم الانيميشن اللي قدامكم ده يمكن يوصلنا للي انا عايز اقوله ببساطة زي ما احنا شايفين فعلا ده بيأكد الجملة الخاصة بنظريت في صغورس للعالم في صغورس بتقول مساحة المربع المنشأ على الوطر في المثلث القائم الزاوية بتساوي مجموعة مساحتين المربعين المنشأين على دلعاي القائمة زي ما انتو شايفين دلوقتي واضح جدا ان المساحات بتتفرق بين دلعاي القائمة ده يوصلنا لعلاقات نظريت في صغورس اذا كان عندي مثلث الف بهجيم وميزة النظرية دي ان احنا من خلالها عن طريق المثلث القائم لو اعطاني اي طولين فيه سواء دلعين او دلع ووطر نقدر نجيب الدلع المجهول الف جيم تربيع طالما وطر يبقى بيساوي الف به تربيع زي بهجيم تربيع حد يقولي الله ده بجات من اين التربيع دي ما احنا لسه قيلين مساحة المربع المنشأ يعني لو قلنا ان المربع طول دلع هو الف جيم فطول الدلع في نفسه وهو الف جيم تربيع بيساوي مجموع مرعبعاية دلعين الاخرين الف به تربيع زي به جيم تربيع دي لعنظرية او دي العلاقة الاساسية اللي انا بستنتج منها علاقات اخرى ما تعتورش علاقات جديدة دي مستنتجة من الاصل كل اللي عملته ان انا نقلت بس به جيم الى الطرف الاخر بعكس الاشارة عشان اجيب الف به او نقلت الف به الى الطرف الاخر عشان اجيب به جيم فما حدش يقولينا ان دي علاقات لنظرية في صغورس هي علاقة نظرية في صغورس الاساسية مجموع مساحتين المربعين المنشأين على دلعين القائمة بيساوا مربع المنشأ على الوطر ده بالنسبة للشكل اللي قدامنا خلي بالنا ان التطبيق العلاقة دي على المثلث عشان المثلث قائم الزوف به يعني لو المثلث قائم الزوف جيم كل العلاقات دي هتتغير ويبقى الوطر حسب ما هم موجود في الرسمة عشان بس ما حدش يحفظ دي ويشتغل عليها بالشكل الغلط يعني تعالوا نطبق مع الموضوع ده انا عندي مثلث اسمه الف به جيم وعطيني المرة دي طول الوطر قال لي اش عرفك ان الف جيم هي الوطر نفتكر مع بعض الوطر اللي احنا خدناه في الترم الاول الوطر هو الدلع المقابل للزواء القائمة يبقى كده 13 هو الوطر والف به ده دلع من الاضلاع القائمة عايز دلوقتي طول به جيم عشان اجيب طول به جيم هستخدم العلاقة بتاعت به جيم تربيع به جيم تربيع بيساوي الوطر الاول يا شباب الف جيم تربيع ناقص الف به تربيع يعني معنا كده الف جيم تربيع ب169 ناقص الف به تربيع ب25 تطلع 144 144 ده به جيم تربيع خلي بالنا عشان كده بقول لكم نحط الوطر الاول لان لو تلع السالب لو حطينا الدلع الصغير الاول هيتطلع سالب وما فيش جزر تربيع لعدد سالب زي ما اتفقنا في موضوع الجزر التربيعي يبقى كده به جيم اللي عندنا بيساوي جزر المية 44 يبقى بتساوي 12 سنتي نشوف تمرين كمان هنا المثلث 3 اربعة اللي اتفقنا عليه هو بتاع الفرعنة المثلث ده بيقول لي هنا عايز يوجد طول ايه عايز يوجد طول الف جيم الف جيم ده وطر يبقى الف جيم تربيع طالما هو وطر يبقى هنا زائد هنا بقى مش هيفرق في حالة الزائد من اللي هيتحط الاول المهم نحط الدلعين الف به تربيع زائد به جيم تربيع يبقى بيساوي الف جيم تربيع بيساوي 4 تربيع ب16 و3 تربيع ب9 الناتج يطلع 25 ومن هنا يبقى الف جيم بيساوي جزر 25 تطلع 5 سنتي يبقى كده من المثلث القائم وجود دلعين نعرف بنظرية في الصغرص نعرف نجيب الدلعي التالت نشوف تمرين تاني مع بعض في الشكل المقابل ده المرة دي شكل رباعي وعايز طول دال به ودال ألف يعني الشكل اللي قدامي دلوقتي هو عبارة عن مسلسين واحد قائم هبدأ أشتغل عليه اللي هو به دال جيم هبدأ أشتغل عليه عشان أجيب به دال الأول لأنه هو ده اللي موجود فيه دلعين عشان أجيب الدلعي التالت وبعد ما نجيب الدلعي التالت به دال هستخدمها في أن نجيب ألف دال خلونا نبتدي مع بعض مع التمرين اللي هو بالمثلث به جيم دال اللي هو قائم فيه زوية جيم بصوا يا شباب احنا التفاعل مع بعض اللي مش شرط أن يكون قائم فيه زوية به يبقى كده الوطر به دال تربيع بتساوي به جيم تربيع لأنه وطر يبقى زائد جيم دال تربيع يبقى بيساوي 7 تربيع بتسعة واربعين واربعة وعشرين تربيع بخمسمية ستة وسبعين اللي هي بيديني مجموعة ستمية خمسة وعشرين يبقى به دال بيساوي الجزر التربيعي لستمية خمسة وعشرين اللي هي بتطلع معايا خمسة وعشرين سنتين يبقى كده به دال بخمسة وعشرين أبدأ أشتغل على المثلث التاني اللي هو اسمه ألف به دال ما له اللي قائم فيه زوية ألف المثلث ألف به دال المثلث التاني قائم الزوية فيه ألف يبقى عشان أجيب ألف دال هستخدم العلاقة ألف دال تربيع بتساوي به دال تربيع اللي هي الوطر بتاع المثلث نقص الدلع الآخر تربيع اللي هو ألف به به دل تربيع 25 تربيع ب625 لأنه لسه جايبين الجزر بتاعها وألف به تربيع ب225 اللي هي مربع الـ 15 يطلع الناتج 400 يبقى من هنا قدر أجيب ألف دل ببساطة الجزر التربيعي لـ 400 هتطلع 20 سنتي تمريني بعد كده أنا عندي ألف به جي مسلث وما قالش أنه قائم لكن قال ألف دل عمودي على به جيم بيقطع في نقطة دل يعني بأكد تاني يا شباب ألف ما قالش أنها قائمة ومش طالب مش هتفرق معاي أنها قائمة أو لا لكن عايز مساحة المثلث ألف به جيم تفكير بتاعي أن أنا لو أعرفت أجيب القاعدة به جيم يبقى نص القاعدة في الارتفاع على ألف دل يبقى تمام حعرف أجيب المساحة يبقى دلوقتي بداية عندي مع البرهان هتشتغل على المثلث ألف به دل ألف به دل قائم في زاوية دل يبقى إذن عشان أجيب به دل بص أحولكم طريقة يعني ممكن تشتغلوا بيها وممكن لأ زي ما أنتم عايزين ممكن أقول به دل بتساوي الجزر التربيعي لألف به تربيع اللي هي الوطر ناقص به أو ألف دل تربيع اللي هو الدلع الآخر يعني أنا كده جددت في شكل العلاقة بتاعت في السغورس وممكن كده تطلع الناتج مباشرة حابين تشتغلوا بطريقة دي خير مش حابين اشتغلوا بالأصلية وخلاص وهتوا الجزر بعد كده طيب يبقى ألف به تربيع بستة وعشرين تربيع ناقص ألف دل تربيع اللي هي اربعة وعشرين تربيع تمام برضو هنا عقدي من ضمن الحاجات اللي بنقول عليها إن احنا ممكن نقول ستة وعشرين ناقص وستة وعشرين زائد بس دي بتاني عددي فمش هتبقوا أكتر من كده كفاية العلاقة دي بس ستة وعشرين تربيع يعني ستة وعشرين واضربها في نفسها مرتين ستة في ستة في ستة وثلاتين ستة في اتنين باثناشر وثلاتة خمستاشر وهنا اتنين وخمسين يبقى بيساوي ستة سبعة ستة اللي هي ستة وعشرين ستمية ستة وسبعين ناقص لسه جايبين اربعة وعشرين تربيع من شوية بخمسمية ستة وسبعين يبقى الناتج بجزر مية تطلع عشرة صنط يبقى كده بهدال بعشرة صنط بنفس الطريقة انا عندي مسلس تاني اسمه ألف دال جيم قائم فيه زاوية دال يبقى عاد رجيب دال جيم عن طريق نفس الطريقة برضو الجزر التربيعي لألف جيم تربيع ناقص ألف دال تربيع يعني الجزر التربيعي ألف جيم تربيع بتسعمية ناقص ألف دال تربيع لسه جايبين اربعة وعشرين تربيع بخمسمية ستة وسبعين الناتج يطلع الجزر التربيعي أربعة وهنا بعد عشرة تسعة يبقى هنا اتنين وهنا بعد تمانية يبقى تلاتة تلتمية أربعة وعشرين الجزر التربيعي تلتمية أربعة وعشرين قال لي مش حافظها أقول له ماشي هاتة بالآلة معيش آلة الحجر خلص دي غتاتة بقى ماشي نشتغل بالتحليل تلتمية أربعة وعشرين على اتنين فيها واحد ستة هنا عندي تلاتة على اتنين فيها واحد بقى واحد اتنش على اتنين يبقى كده من اتنين وستين على اتنين فيها واحد وثمانين ممكن ما كملش بقى ليه؟ لأن دي جزرها اتنين والواحد وثمانين جزرها تسعة يبقى اتنين في تسعة جزرها تمنتاشر حاجة حلوة جدا طيب يبقى كده قدر اجيب مساحة المسلس ألف بهدال يبقى بيساوي نص القعدة اللي هي بقت عشرة زائد تمنتاشر يبقى عشرة في تمانية وعشرين في الارتفاع عندي اربعة وعشرين تطلع على اتنين فيها الواحد على اتنين فيها الاربعتاشر يبقى الناتج اربعتاشر فيه اربعة وعشرين بكام؟ ما حدش فيك بيساوي دي خالص يبقى اني كده عمالة عامل كل الحسانات ماشي خليكوا فاكرينها اربعة في اربعة في ستاشر اربعة في واحد باربعة واحد خمستاشر وهنا تمانية وعشرين ستة تلاتة اربعة يبقى ربعمية ستة وتلاتين سنتيمتر مربع ده مساحة المسلس اخر تمرين عندي فيه نظريات في سغورسة هتلاحظوا ان احنا بنستغنب نظريات في سغورسة في اكتر من شكل الشكل اللي قدامي ده شبه منحرف الف به جيم دال الف به عمودي على به جيم وزاوية جيم قائمة اولا عايز يوجد مساحة شبه منحرف قانون مساحة شبه منحرف ده لسه موجودة عندنا ان شاء الله في تاني اعدادي لكن احنا مش هنستخدم القانون لكن هستخدم الاشكال يعني انا هنا عندي هستخدم مساحة شبه منحرف عبارة عن مساحة المسلس زائد مساحة المستطيل اللي قدامي ده لان دول اساسا متوازين وده عشان قائمتين يبقى برضو متوازين وفيه زاوية قائمة يبقى ده مستطيل يبقى كده عندي الشكل اول الف هي جيم دال مستطيل وعرفنا ليه ويبقى كده هي جيم بيساوي الف دال بيساوي تسعة ودلوقتي مهمتي ان انا بقول عايز اجيب طول الف هي هلاقي نفسي دلوقتي وصلت لايه ان به هي عايز اجيبها اقوله سهلة جدا به هي بيساوي سبعتاشر نقص التسعة اللي احنا خدناها بتساوي الدلع المقابل ليها في المستطيل يبقى بتساوي تمانية صن بكده يبقى المثلث الف هي به قائم الزاوية فيه زاوية هي يبقى قادر اجيب الف هي الف هي بتساوي الجزر التربيعي لسبعتاشر تربيع ناقص ايوه تمانية تربيع بيساوي الجزر التربيعي لمتين تسعة وتمانين ناقص اربعة وستين تطلع الف هي بيساوي الجزر التربيعي لخمسة اتنين اتنين اللي هي خمستاشر صند حلو قوي الف هي بخمستاشر يبقى احنا كده خلاص عرفنا الاطوال اللي هجيب بيها مساحة شب المنحرف مساحة شب المنحرف بتساوي مساحة المثلث الف به زايد مساحة المستطيل اللي هو الف هي جيمدال مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع نص القاعدة احنا جيبنا القاعدة زي ما اتفقنا سبعتاشر ناقص تسعة تمانية يبقى نص في تمانية في الارتفاع خمستاشر زايد المستطيل الطول في العرض يبقى تسعة في خمستاشر نص في اربعة في خمستاشر بستين وتسعة في خمستاشر بمية خمسة وتلاتين يبقى الناتج مية خمسة وتسعين سنتيمتر مربع نظرية فسغورس في منتهى الاهمية او علاقات فسغورس بالتحديد في منتهى الاهمية ومن الحاجات اللي هتبدل نستخدمها طول عمرنا في الرياضيات طول ما احنا شغالين في الهندسة طول ما فيه نظريت في الصغورس وعلاقة الاضلاع المثلث القائم بعضها. ارجو ان احنا يكونوا فهمنا العرض النهاردة وده يأكد معنا ان احنا نحل التقويم اللي حيزن معاكه دلوقتي على الشاشة التمريد الاول لو انتو حلتوه صح هتلاقوا ان احنا عندنا مثلث قائم اللي هو الف بهجيم مثلث قائم ويبقى كده بهجيم بيساوي الجزر التربيعي لعشرة تربيع نقص تمانية تربيع تطلع ستة يبقى بهجيم بستة والمثلث الكبير حيلاقي سبعتاشر وتمانية من هجيب به دال بسوء الجزر التربيع لسبعتاشر تربيع نقص تمانية تربية يعني متين تسعة وتمانين نقص اربعة وستين تطلع متين خمسة وعشرين جزراء خمستاشر يبقى احنا هنا عندنا جيم دال بتسعة المثالث ده اشتغلنا زيه قبل كده زاويت به قايمة يبقى فيساغورس ألف جيم هتطلع بخمستاشر وانا عندي ده لهايه بعشرين ألف ده هتطلع بفيساغورس برضو خمسة وعشرين سنت بكده يبقى انهينا موضوعنا النهاردة وهو نظرية فيساغورس ونظرية من النظريات المهمة جدا زي ما قلنا ارجو ان انتم كونوا استمتعت وفهمتوا درس النهاردة اشوفكم على خير في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته